من عاثت في الدول العربية فساداً ونشرت ميليشياتها في المنطقة لتحقيق أجنداتها الطائفية أصبحت اليوم في وضع حرج وبحاجة لمن يحميها هي الأخرى من الشعب الإيراني تنتشر تظاهرات في إيران بشكل كبير على خلفية قتل ما يسمى شرطة الأخلاق قبل أسبوع واحد للفتاة مهسى أميني ويبدو أن النظام الإيراني كالزجاج الذي يحمل ضعفه ولا يفصله عن التحطم والإنهيار سوى حجر صغير أولى علامات الضعف كانت بقطع السلطات لخدمة الإنترنت ومحاولة قمع الاحتجاجات من خلال استخدام الرصاص الحي ضد المدنيين العزل حيث سقط عشرات القتل بأيدي القوات الأمنية في التظاهرات التي شملت حوالي ثمانين مدينة منذ بدئها قبل أسبوع بحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية لم تكتفي السلطات الإيرانية بالقتل بل اعتقلت العشرات في طهران ومدن أخرى معظمهم من الطلاب والناشطين السياسيين والإعلاميين كما حجبت الوصول إلى تطبيقي إنستجرام وواتساب وهما الأكثر استخداما في إيران مواجهة السلطات الإيرانية للمتظاهرين بوحشية دفع منظمة العفو الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لإنشاء آلية تحقيق من قبل الأمم المتحدة فيما كشفت المنظمة أن قتل الاحتجاجات الأخيرة أصيبوا برصاص قوات الأمن والحرس الثوري وبشكل متعمد في الرأس والصدر والباطن تعامل النظام الإيراني اليوم مع المحتجين في إيران يطرح باب التساؤل عن كيفية ردود الفعل الدولية ضد نهج نظام الملالي وإن كان الرد على تمدد إيران وممارساتها في العديد من الدول العربية لم يقتصر سوى على تصريحات وتنديدات لم تمنع أنشطة إيران التوسعية ترجمة نانسي قنقر